اشتركوا في القناة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن انتهاء الوزارة من توزيع تلك الوحدات السكنية وذلك بعد توزيع كافة الوحدات الجاهزة بمدينة سلمان الذي كان المشروع الأخير المدرج بخطة التوزيع وقال إن الوزارة تمكنت بنجاح من تنفيذ خطتها لتوزيع الوحدات في غضون ثلاثة أشهر وذلك حسب برنامجها الزمني الذي شمل مختلف المشاريع الإسكانية بكافة محافظات المملكة وأضاف أن الوزارة ستقوم في الفترة المقبلة باستقبال المواطنين الذين لم يتسنى لهم إنهاء إجراءاتهم وذلك للتأكد من شمول التوزيع جميع القوائم التي أعدت للاستفادة من المشاريع التي تضمنها جدول التوزيع وأشار إلى أن جميع المشاريع التي شملتها خطة توزيع خمسة ألاف وحدة سكنية تدرج ضمن برنامج تنفيذ الخمس والعشرين ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية مؤكدا أن توالي تنفيذ وتوزيع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بمختلف مراحلها يؤكد أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج الله الحمد وزارة الإسكان انتهت من توزيع الخمسة ألاف وحدة سكنية التي أمر فيها سيدي صاحب السرون الملكي ولي العهد النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء واستقرقت العملية كاملة نحو ثلاثة شهور والوزارة في الحقيقة عملت كامل طاقتها لتسليم ما التزمت فيه من خلال هذا البرنامج وهذه الحقيقة الخمسة ألاف وحدة سكنية تعتبر التوزيع الخامس منذ عام 2015 بما يعادل 14 ألف وحدة سكنية وهذه طبعا تندرج من ضمن برنامج عمل حكومة وحرصنا وسوف نحرص إن شاء الله على استكمال ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل حكومة فيما تبقى من هذا العام طبعا إحنا وزارة الإسكان راح تواصل جهودها بنفس الطاقة وبنفس الحماس إن شاء الله لاستكمال ما التزمت فيه الوزارة في برنامج عمل حكومة وبهذه المناسبة يعني أهن المواطنين على حصولهم على الوحدات السكنية وأيضا قدم الشكر لجميع العاملين في وزارة الإسكان على هذه الجهود المتميزة طبعا ما استطاعت وزارة الإسكان أن تنجز هذا العدد الضخم من مشاريع الإسكانية إلا بفضل الله سبحانه وتعالى والدعم اللامحدود لتقدم الحكومة المؤقرة الحمد لله رب العالمين نحن الحمد لله اليوم استانسين استلمنا الوحدة السكنية في مدينة سلمان ونشكر ولي العهد لأن نوجه الوزارة لاستلام الوحدات لتسليم الوحدات السكنية اليوم أنا أشعر بارتياح كل شيء باستلامي بيت العمر في مدينة سلمان الشمالية كما أوجه الشكر لسيدي سمو ولي العهد على ما أنجزوه في هذه الفترة بتوزيعهم خمسة آلاف وحدة سكنية وزارة الإسكان ما قصرت برعاية جلالة الملك طبعا في خلال السنتين هذه تقريبا ما شاء الله تم توزيع أكبر عدد من الوحدات السكنية في سابقة غير عن السلامات التي فاتت